عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض بعض ملفات عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد مدبولي خلال الاجتماع على الدور الوثيق لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر مضيفا أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع 30 شركة عالمية ومحلية لبناء القدرات الرقمية للشباب الملتحقين بمبادرات أجيال مصر الرقمية بالإضافة إلى استضافة مصر لورشة عمل لبناء القدرات بشأن تنفيذ الإطار القاري للسياسة البيانات لدول الاتحاد الافريقي